بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمته تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم كلام من القلب والكلام من القلب اليوم يمس رجلا من الرجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذا الكلام من القلب يتواصل معكم كل أسبوع ويتعامل مع المستجدات ويقف عندها ويتأمل فيها تأملا شرعيا قدر الإمكان ونحن نصدر عن الشرع في كلامنا الذي نصدره من القلب بإذن الله تبارك وتعالى ليستقر في قلوبكم أيها الأحباب سلام على مرسي هذا هو عنوان حلقتنا هذا الرجل الذي لقي الله صابرا محتسبا نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله نحن لا نتألى على الله إنما نتحدث عما عهدنا وشاهدنا ورأينا رأينا رجلا عاش لأمته رأينا رجلا نذر حياته لخدمة أمته التي ما عرفت قيمته نعم أيها الإخوة حينما يتحدث رجل أجنبي غير مسلم فيقول الدنيا بأسرها عرفت قيمة مرسي إلا شعب مصر لم يعرف قيمة مرسي طبعا نحن لا نعمم لكن الغالب العام ترك هذا الرجل يلاقي مصيره يلاقي قدره دون حتى أن يرفع صوتا يا أيها الإخوة لا ينكر على الذبيحة أن تخرج صوتا والسكين على رقبتها لكن هذه الأمة عجيب صمتها عجيب صمتها صمت القبور عجيب لهذه الأمة التي يستخلف عليها صهاينة العرب التي يستخلف عليها أناس عاشوا في حي اليهود في حارة اليهود ليمسكوا زمامها ويبعدوا أهل الصلاة وأهل الصلاح وأهل الصيام وأهل تلاوة القرآن مرسي كان حافظا لكتاب الله ويوم طلب نسخة من المصحف ومنعوه عنها أو منعوها عن لا فرق قال هؤلاء أغبياء هل نسوا أني أحفظ كتاب الله منذ ثلاثين عاما وإنما طلبت النسخة من المصحف لأمسها بيدي اشتاق اشتاق للمصحف أن يراه أن يمسه أن يقبله هذا سبب طلبه للمصحف وإلا فهو يحفظ آيات الذكر الحكيم عن ظهر قلب هذا الرئيس المسلم المؤمن الذي خصص غرفة في القصر الجمهوري لتكون مصلا هذا ليس مطلوبا بل مطلوب رأسه هذا ليس مرغوبا بل مرغوب عنه هكذا هكذا يتعامل مكلاء الصهاينة الذين ما إن قاموا بالانقلاب حتى ذهبوا إلى أسيادهم في تل أبيب وهذا أنا لا أفتري فيه على أحد وإنما رصدته وكلات الأنباء ولاحقته الكاميرات وصور الرجل وهو يسلم ويقبل أصحابه الذين قالوا عنه والله لقد خدمنا هذا الرجل أكثر من أن يخدم بنغوريون دولة إسرائيل وها هو اليوم يقتل مرسي صبرا أتدرون ما معنى يقتله صبرا يعني يجوعه ويضن عليه بالدواء حتى مات نحن رأسنا بحاجة أيها الإخوة الأحبة لأن ندعي أنهم قتلوه حقنوا إبرت سم والله أعطوا دواء قتلوا وما بيبين بالفخوص ثم ليش يبين أو ما يبين بالفخوص هما هما القاضي وهم الخصم وهم الحكم والطبيب الشرعي منهم والتشريح منهم لذلك ما الذي سيظهر عهر عهر كامل ومع ذلك نحن لسنا بحاجة أن نثبت أنهم قتلوه قتلا مباشرا لأنهم قتلوه صبرا يقينا القتل بالصبر من أيام الجاهلية كانوا يتركوا الشخص حتى يموت جوعا وعطشا فلا يسقونه ولا يطعمونه حتى يموت وهذا بسموه مات صبرا ومرسي كان مع شبه فشل كلوي معه سكري معه الكبد أمراض أشكال وألوان لم يعرضوه على طبيب ولم يطعموه طعاما يكفيه ولم يغذوه غذاء يكفيه ولم يعطوه حبة دواء تشفيه بعد إذن الله تبارك وتعالى إذن هذا الإنسان يقينا مات صبرا والذي قتله صبرا يستحق الموت ابتداء أيها الأحبة مرسي كان رئيس جمهورية مصر العربية وأنا أنعى على الذين يسمونه في الإعلام والله الرئيس المخلوع الرئيس المنزوع الرئيس السابق ليه؟ ليه هو في لاحق؟ لا يوجد لاحق لأن مرسي هو الرئيس المنتخب شرعا منتخب انتخاب شرعي ولم تحظى مصر طوال سبعة آلاف سنة كما تعلمون برئيس يحمل شرعية مرسي على الإطلاق فإذا عزل مرسي فإنه سيظل الرئيس الشرعية والحقيقية لمصر طبعا الآن بوفاته أصبح الرئيس الراحل الرئيس الملتحق بربه جل في علاه الرئيس الملتحق بإن شاء الله تعالى بركب المهتدين المجاهدين الشهداء نعم أصبح مرسي الآن الرئيس الراحل وكان وسيظل الرئيس الشرعي الوحيد لجمهورية مصر العربية فلا يوجد رئيس لاحق ولذلك لو كان في مصر عقلاء ينبغي أن يطالبوا الآن بانتخابات حرة ونزيهة ليخلف أحد مرسي رحمه الله في رئاسته الشرعية لأن نحن بحاجة في مصر إلى انتخابات حرة ونزيهة لكي تقول هذا الرئيس الذي فاز بالانتخابات الحرة ونزيهة لحقه رئيس يفوز بالانتخابات الحرة ونزيهة بعد أن مات الرئيس الأول هكذا ينبغي أن يقول وبعدين والله تتوارد علي الأفكار هلأ بيقول طب أنت أردني من أصل فلسطيني وانت مالك بمصر وأهل مصر يا أخي زي ما كان واحد يقول لي يقول لي انت مالك مال الرئيس انت مالك مال الرئيس يا أيها المحترمون من قال إن مصر شيء وفلسطين شيء والأردن شيء والسعودية شيء وموريتانيا شيء هذه بلادنا من يقدس فيها حدود سايكس بيكو فيا تعسه ويا تعس ما يفعل نحن لا نقدس حدود سايكس بيكو المصر مسلما ومسيحيا هو عربي والأردني مسلما ومسيحيا هو عربي والأمة الإسلامية تحمل الإسلام عقيدة والمسيحيون تحت ظلالها يحملون الإسلام ثقافة وحضارة هذه حقيقة هذه هي الحقيقة ولذلك نحن لا نعرف هذه المزق ولا نعترف بهذه المزق نحن نعلم أن مرسي العربي المسلم الذي عاش لله ومات لله نحسبه كذلك ولا نزكيه وكان يقول أنا أفتد الشرعية بدمي ولا يمكن أن أتخلى عن الشرعية إلا إذا جدت بروحي وبنفسي هذا الإنسان ينبغي على كل عربي وكل مسلم أن يلهج باسمه وأن يطالب بحقه بعد وفاته وأن يبحث عن الحقيقة في طيات ظلم الظالمين وإجرام المجرمين وتآمر المتآمرين هؤلاء الذين ما خدموا إلا الصهيونية أنا ما بدي أردح يا أخوات ولا شغلي هو الردح أنا كلامي من القلب أريد أن أحرك فيكم وفي أنا قبلكم هذه الروح الوثابة التي تدفعنا دفعا للدفاع عن الحق وأهله للدفاع عن الدين للدفاع عن العقيدة للدفاع عن الأمة رئيسا ومرؤوسا وإلا أنا بسألكم سؤال الآن كم من السجناء بعد مرسي بقي في سجن الظالمين كثيرون لا أقول مئات بل أقول آلاف وليس على حدود مصر وحدها أو في حدود مصر وحدها بل في حدود الوطن العربي الكليم المجروح برؤسائه المتغولين أنا أقول عشرات الآلاف من هؤلاء السجناء كل واحد منهم اليوم معرض للفناء كل واحد منهم اليوم معرض للقتل والإذابة حتى والإذابة والإنهاء كل واحد منهم اليوم معرض لأن يقتل ليلا ثم يدفن ليلا دون أن يمس جسده أحد من الأحباب من الأخيار من الذين يعرفون الحق فيتبعونه لأنهم يخشون الحق حتى وإن كان أصحابه أموات حتى وإن كان أصحابه أمواتا يخشون الحق خشيتهم على أنفسهم من الزوال لأنهم يعرفون أنهم أصحاب باطل وأن الباطل لا يقاوم الحق ولا يقف ولا يستطيع أن يقف في وجهه فهم يخافون من أمواتنا كخيفتهم من أحيائنا سواء بسواء عشان هيك لا يحظى هؤلاء الأبرياء لا يحظى هؤلاء الشهداء بدفن أو بمراسم دفن تليق بهم كما يحظى الظالمون والمجرمون أيها الأحبة أيها الإخوة الكرام نحن والله لا نخاف ونحن لسنا قلقين لأننا جميعا مقبلون على الله أما والله إن الظلم شؤم وما زال الظلوم هو الملوم إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في المعاد إذا التقينا غدا عند المليك من الظلوم ولذلك نحن مرتاحون نحن لا نخشى شيئا نحن أهل الإيمان نحن أهل التقوى بفضل الله تبارك وتعالى ومنته نحن لا نزكي أنفسنا ولكننا نقر واقعا لأننا حيال هؤلاء الظالمين نحن مظلومون حيال هؤلاء الجاهدين نحن مؤمنون نحن لا نكفر صاحب قبله ولكن إذا كفر نفسه يا إخوة النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان يطوف بالكعبة ويخاطبها ما أعظمك ما أعظم حرمتك والله لحرمة مرئ مسلم عند الله أعظم من حرمتك المسلم دم المسلم عند الله اللي بيستحل دم المسلم كافر اسمعوني اسمعوني يا إخوان اللي بيستحل دم المسلم كافر وحرمة دم المسلم عند الله أعظم من الكعبة كلها من حجارة الكعبة وأعظم من يعني هيبة الكعبة في نفوسكم نعم أيها الإخوة الأحبة ولذلك هؤلاء الذين يقدمون على قتل الإنسان وكأنهم يقتلون ذبابة أو يقتلون يعني الناموس اللي بيزعجهم في الصيف هؤلاء لا تظنوا أن الأمر سيصفوا لهم لا تستعجلوا لا تستعجلوا تقولوا والله الظلم طال يا جماعة شو الست سنوات مرسي مكث في السجن ست سنوات وبعدين بعدين اختار له الله تبارك وتعالى الحرية ومن خلفوا مرسي في السجن طال الأمر طال الزمان أو قصر فسيدلفون إلى الحرية بإذن الله سواء حرية الدنيا في يوم من الأيام أو من كتب له الشهادة فهي حرية الآخرة كلنا نتمنى مصير مرسي مصير مرسي الشهادة بإذن الله تبارك وتعالى الثبات من مننا مات وعرف أنه سيموت ثابتا والله هذه فتنة وهذه محنة أن نسأل الله عز وجل أن ينجينا من فتنة المحيا ومن فتنة الممات وهذا دعاء ما كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كل صلاة في التشهد بعد الصلاة الإبراهيمية وقبل التسليم وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات هذه الفتنة التي من ينجو منها فهو والله ناج يا أيها الأحباب نحن لا نحزن لفراق مرسي فمرسي ذهب إلى ربه معززا مكرما نحن نحزن على أنفسنا لأن الحق ما زال أهله ضعفاء ولأن الباطل هذا الباطل اللجلج يثور غبارا في الفضاء لكنه سرعان بإذن الله ما يمضي وينقضي أما قتلانا ففي الجنة وأما من بقي على ظلمه وعدوانه وخسرانه من خصومنا وأعدائنا ففي النار في نار تلظى تشفي صدورنا وقلوبنا أيها الأحباب نذهب في فاصل قصير ثم نعود إليكم فانتظرونا حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في برنامجكم كلام من القلب سلام على مرسي مرسي الذي فاز في انتخابات بنسبة 51.73% هذا مرسي هذا مرسي أنا أقولكم لحكاية تذكرون عندما فاز تلجلجت لجنة الانتخابات ولم تعلن النتيجة أياما تأخر إعلان النتيجة أياما والسبب إنه المطبخ كان يعني يقول معقول نعطيها لواحد من الإخوان المسلمين بعدين يأخون الدولة كما يعني صدعوا رؤوسنا والآن أنا بحكي عن أخوانة الدولة إن شاء الله تعالى معقول يا أخوان معقول يا جماعة معقول طيب إسرائيل إيش بدها تحكي طيب وأمريكا إيش بدها تحكي يعني معقول الإخوان المسلمين الظلاميين يقودون أربع سنوات قادمة بعدين إيجاب ليس اللي تمثل رجلا سواء من السفارة الأمريكية ولا السفارة المش عارف مين هي ولا من الداخل وقالوا لهم يا هبايل ولكم يا هبايل أي وفوزوه وإعلنوا انتصاره علشان الضبضب الشارع وعلشان الآن وكل البوادر كانت تقول إنه سيفوز وفي عندك نتائج يعني تقريبية كلها تقول إنه مرسي فايز فالآن إذا أعلنتوا إنه مش فايز بتبينوا كذابين وبعدين بتصير لجلجة وبتخربوا الدنيا لا 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 الأحسن تطبخوا على نار هادي أطبخوا على نار هادي من شان لأنه دائما التطبخة لما بتكون على نار هادي بتكون أطيب أطيب بالنسبة لهم لكنهم أهل خبث أهل خبث وفعلا أعلنوا فوزة مين فوزة مرسي وكانت الشرطة لما واحد يروح يتظلم عندهم كانوا يقول له آه أنت عاوز حقك أيوة طب ما تصبر أربع سنين ما تصبر أحنا دا احنا في إجازة أربع سنين هذا كان يقال هذا كان يقال لمن يراجع الشرطة كانوا يقولوا أصبروا أربع سنين طبعا الشرطة مساكيد ما كانوش يعني يبدوا مطلعين على المطبخ لأنه أهل المطبخ مش هيصبروا أربع سنين مش هيصبروا أربع سنين أهل المطبخ أهل المطبخ كانوا بيزبطوا الطبخة بحيث يطلع مرسي أخوان الدولة ويطلع مرسي خاين ويطلع مرسي ما عندوش يعني كارزمة رئيس ويطلع مرسي خرب الدنيا خرب علاقاتنا بالناس وبعدين يطلع مرسي موافق على معاهدة السلام وانتو يا إخوان المسلمين انتو اللي وقفتوا ضد عملية السلام وهي رئيسكم موافق على معاهدة السلام وبقول عزيز هنا بيرز شف يعني يعني خلطة خلطوها وبالأخير أخرجوها إخراجا قميئا واضحا ظاهرا للعيان وكل الدنيا اللي على حق واللي مش على حق قالت إنما جرى ضد مرسي بعد عام وقليل من الأيام من حكمه كان انقلابا صارخا كبيرا واضحا ظاهرا لحتى للأعمى حتى للأعمى انقلبوا عليه لأنه هكذا أرادت إسرائيل معقولة يكون لمصر رئيس يطعميه مرغيف نظيف منذ عشرات السنين معقولة يكون لمصر رئيس يخلي سعر أنبوبة الغاز ستة جنيه معقولة يكون لمصر رئيس يجعل مخزون القمح في سنة يكفي بنسبة 75% من حاجة مصر معقولة يكون لمصر رئيس يروح يقول لا الرئيس أوباما يقول له أنا مش فاضي أحكي معك ولما أفضى ولما أخلي الصلاة جمعة بحكي معك ولمدة خمس دقائق فقط معقولة يكون لمصر رئيس يروح على الهند ويروح على روسيا عاوز يخص بيورانيوم يكفي مصر كهربة ويصدر لإفريقيا كلها لا 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 معقولة يكون لمصر رئيس بيقول بالفم المليان لن نترك غزة وحدها معقولة يكون لمصر رئيس يعمل مهرجان كبير ينتصر فيه لسوريا ويشتم المجرمين اللي كانوا يظاهروا بينهم مع الشعب السوري وبالأخير اتقاسموا التركة روسيا على أمريكا على إيران على الفلول على حزب الله على الدنيا كلها معقول يا مرسي الله يرحمك توقف ضد دول كلهم انت فين لذلك كتبت أوراق إعدامه منذ تلك الآونة أوراق إعدامه كتبت منذ تلك الآونة لأنه مش معقول يكون في رئيس يقول أيوة أنا أحفظ المعاهدة مع دولة الصهاينة لكن تعالوا أوقفوا شوي احنا بدنا تعامل متبادل زي من احنا نحفظ هم يحفظوا زي من احنا نتمسك هم يتمسكوا لكن هم يتغولون هو بيقول كده إذن معقول يسكتوله ولما ينقض عليه يجوا زعماء الصهاينة يكتبوا بالبند العريض في صحفهم كلها أنه عفارم عليك أيها البطل يا من أطحت بمرسل إخوان أو الإخوانجي عفارم عليك لقد خدمتنا خدمة لم يخدمها يهودي لدولة إسرائيل أيها الإخوة مشكلتنا نحن العرب أننا عاطفيون وأن عاطفتنا تغطي عقولنا أنتوا ذكرين بحكاية أخوانة الدولة لما كانوا كنت أنا أقعد مع زملاء الدكاترة ورئيس الجامعة ويعني الناس اللي يعني تعلن أنها ضد الإخوان المسلمين وأنه أنتوا الإخوان المسلمين بدكم الرئاسة وأنتوا الإخوان المسلمين متعطشين للحكم طيب والطرف الثاني إيش بيعمل طيب إذا أنتوا مش متعطشين للحكم اتركوا يا أخي والله ما بتركوا والله ما بتركوا نحن نتعطش للحكم إذا تعطش مش نحن يعني أنا أقول الإخوان المسلمين لما بتعطشوا للحكم وأضحين يريدون أن ينفذوا ما نفذه مرسي في سنة ولم ينفذه رئيس مصري طوال سبعين سنة من تموين إلى تمويل إلى اقتصاد إلى بحبوحة في حتى حتى في السياحة إلى تخطيط لكل شيء في حياة المصر والمصريين وبالأخير طلع مش عامل حاجة مسكين يا أيها الإخوان قالوا أخونا أخونا الدولة إيش يعني والله أنا بحب أفتحها الملف تعالوا نشوف إيش أخونا الدولة رئيس الوزراء ليس من الإخوان المسلمين أقول لكم باختصار فيه ثلاثة كانوا من الوزراء إخوان المسلمين وقال لك أيوة ما هو المحافظين كلهم حطهم مشايخ يعمل محافظ هذا من الصف الثاني والصف الثالث تعال على الوزراء ورئيس الوزراء وكذا أنا بسألكم لما يفوز رئيس أمريكي ديمقراطي حوالي 120 ألف وظيفة تخضع للديمقراطيين لفوز الديمقراطي ولما يفوز جمهوري 120 ألف وظيفة بتروح للجمهوريين إذن إحنا بنقول جمهر الدولة دمقراط الدولة ولكوا يا هبايل معلش تكرموا يعني يا جماعة يا جماعة المنطق بقول واحد فوزه حزبه وفاز باسم الإخوان المسلمين الأصل أن يحكم هو وجماعته أربع سنوات وما عجبوكم مش انقلبوا عليهم بعد الأربع سنوات في الصناديق أنا بذكر في النمسا فاز واحد في الرئاسة يعني غير مرضي عنه لأنه كان شاذ شاذ والشارع النمساوي ضج لفوزه وصار لغط ننقلب عليه لا ما ننقلبش عليه فكان الرأي الرأي المرجح قالوا تركوه وتركوه خليه يحكم أربع سنوات منقلعه بالصناديق وهكذا كان أربع سنوات أربع سنوات أطباقة الأربع سنوات نزلوا النمساويين على صناديق الإختراع وأسقطوا هذا الرئيس الشاذ خلاص إحنا أسفين يا عمو مسحنا غلطتنا السابقة بأستيكة وفوزنا واحد تاني طب كان يسعكم أن تنتظروا على مرسي أربع سنوات ثم تذهبوه وجماعته إلى حيث تريدون جحيمكم مش جحيمكم هو جحيمكم جنة مثل الدجال إذن يا سادة يعني ما استطعته تنتظره وتقوله أخوانة الدولة والله ما أخوان ومشكلته إنه ما أخوان بعد وفاته بيوم كنت أستمع للبي بي سي إذاعة العدو باللغة العربية إذاعة العدو باللغة العربية البي بي سي عملوا مقابلة مع واحد من يعني من غير أنصار مرسي من غير أنصار مرسي فقال هي غلطة مرسي إنه ما أخوانش الدولة اسمعوا أنا ما غلطتش في الحكي أنا ما غلطت هذا الراجل بيقول مشكلة مرسي إنه ما أخوانش الدولة أيوة أنا صاحي ما أنتم بارح كنتوا تقولوا أخوان الدولة والله العظيم لو أخوان الدولة ما صار هيك لو أخوان الدولة ما جابش واحد وزير دفاع وكل الدنيا كنت تقوله دير بالك قال لا دول ولادي لأنه طاهر لأنه لأن قلبه نظيف لأن قلبه نظيف استطاعوا أن يمثلوا النفاق تمثيلا دقيقا وأن ينقضوا في اللحظة التي رأوها مناسبة أيوة يا إخوان لو أخوان الدولة لما ظهرها أمثل هؤلاء الخفافيش وانقضوا عليه في لحظة لكنه لم يؤخوان الدولة خشية أن يقال أخوان الدولة وقالوها أخوان هذا اللي كان ليس من أنصاره قال مشكلة مرزي الآن دارة الشربة لو أخوان الدولة كان يجرم هو ورهطه المتأخونون وكان من يقتلهم كلهم سوا هو فعلا لم يؤخوان الدولة أخوان الدولة كانت تقتضي أن يحكم هذا الرجل بأذرع لأنه حكم والشرطة ليست معه والجيش ليس معه والمخابرات ليست معه والوزارات ليست معه حتى حراسه الشخصيين اللي كانوا يشتموه بالسفالة طارق البشري وغير طارق البشري الله يرحم الأموات بيعترف أنه سمع بأذنيه حراسه الشخصيين بيسبوا عليه مسبات سفالة لأنه قال بيغلبهم مع الفجر بنزل وعالتراويح بنزل هو يعني أنت عملنا إياها يعني سمندح صلاة طالع وصلاة نازل أيوة هم عاوزين كاس وطاس لأنه حينالهم من الحب جانب هذا الرجل الذي كانوا يشتمونه كان الإعلام المصري كله لو أخونا الإعلام المصري وشال هذه الحثالات لو شال الحثالات وأخونا الإعلام كان أوصل دائما أي حكم الإعلام سلاحه الأول أي حكم الإعلام سلاحه الأول لكنه مسكين لم يسوق نفسه لأن الإعلام كان ضده الإعلام كان يردح الإعلام كان يسب الإخوان والرئيس إخواني فلو أخونا الإعلام ما حصل الذي حصل ولظهر الحق وزهق الباطل لكن الحق لما ما يكون إلو صوت لما ما يكون إلو إعلام هكذا يحدث في النتيجة هكذا يحدث في النتيجة القصة اللي بيرويها أظن طارق البشري بيقول يوم العيد الريس مد إيده على جيبه وعيد الشرطة والحرس اللي وقفين كلهم وكلهم أخذوه بيقول والله اللي أخذ عيدية الريس هم اللي كانوا بيشتموه هم كانوا بيشتموه هاي النفوس الرخيصة أمد إيدهم لعيديته هاي النفوس الرخيصة أيها السادة مرسي لم يكن رجلا فردا مرسي ابن دعوة مرسي ابن جماعة جربت أنها لا تنزع لدم لو كانت جماعته تنزع إلى دم لكان عملة محاكم ثورية وفرمت رؤوس المجرمين المستحقين للقتل ترى ترى المستحقين للقتل لأنهم قتلوا ولأنهم نهبوا ولأنهم خانوا ولأنهم عبثوا نعم هؤلاء كانوا جميعا يستحقون القتل وأنا ما بدعي هذا إلا بعد أن يؤيده القانون القاتل يقتل ومن خان بلده وأمته يقتل فمن يثبت عليه القتل هذا كان لازم قتله ومن ثبت عليه خيانة أمته هذا كان لازم قتله لكن لأنه لم يجري محاكمات ثورية هكذا صنعوا به مرسي لم يمت لأن فكرته ما تزال حية من قبله قتل حسن البنة في الشارع ولم يشيع حسن البنة إلا النساء واحد من نصارى مصر هذا هو مصير العظماء وأنا فرحت والله فرحت لمرسي أسأل الله أن يجمعنا به على خير في الفردوس الأعلى فرحت له لشهادته وفرحت لأنه دفن في مقابر زعماء دعوة الإخوان المسلمين لأن مرسي زعيم للأمة وزعيم من زعماء الإخوان المسلمين فليطب منزلا إلى جانب محمد مهد عاكف وهؤلاء العظماء الذين سبقوه ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم شهداء غير مبدلين ولا مغيرين أسأل الله عز وجل أن يبرم لنا إبرام رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته إلى أن ألقاكم في حلقة ذات صلة بهذه الحلقة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته